نادي الزمالك تبقى لمصدر ايضا في نادي الزمالك شرح لنا ايه اللي بيحصل في حكاية زيزو وانا هقولك اللي بيدور جوه نادي الزمالك في حكاية زيزو عشان برضو ايه الكلام رايح جايه هيبعوه لا مش هيبعوه هيسددوا بيه حاجات لا مش هيسددوا بيه حاجات هشرح لك الحكاية هشرح لك كده ايه سهلة يعني ما زال جوه مجلس ادارة نادي الزمالك رأيه بيقول نبيع زيزو نستفيد بالرقم اللي هيجي منه ورأي تاني يقولك لأ زيزو ده واحد من أعمال الفريق الرأسي اللي لم يكن العمود الأهم في الفريق يعني فيه في النص رأي بقى بيقول إيه اللي هو بين الاتنين اللي هو ده ما يال ليه وده ما يال ليه والله لو جي عرض ما يقلش عن 12 مليون دولار في زيزو ممكن نفكر نبيع زيزو بس وركز بقى بس الجديد بس بس لو هنبيع زيزو ب12 مليون دولار ده عشان قيمة الرقم الكبير الضخم جدا مفيش لاعب اتباع من مصر هنا مباشرة لأي فريق بره بهذا الرقم 12 مليون دولار مفيش الرقم ده مش منهوش قبل كده فالرقم كبير جدا وضخم جدا بس لو هنبيعه هنبيعه عشان الرقم كده مش هنبيعه عشان ايه عشان نحل مشاكلنا وازماتنا وا 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 كده كده مشاكلنا في اقاف القد هتتحل باللي انا كنت لسه بقولك عليه دوت قرد بنكي عقود رعاية والامور هتخلص فاحنا مش هنبيع زيزه مضطرين لكن نادي الزمائك لو خد قرار في بيع زيزه ومش هيبيعه عشان مضطر يبيع زيزه عشان يحل مشاكله لا هيبيع زيزه لو جي رقم زي 12 وبصراحة ده رأيي من الحاجات دي بس الرقم ده يا جماعة رقم ضخم جدا انا اتذكر يعني ان اكتر لعب تلعب من مصر هنا لبرة او اتدفع فيه رقم تقريبا على ذاكرتي يعني كان ابونا وكان تقريبا 8 مليون دولار ونادي الصيني ولعب اجنابي اصلا مش لعب اصلي كمان تمام فانت بتتكلم 12 مليون دولار ده لو طبعا العرض اللي جي نادي الزمائك 12 مليون دولار ما برضو احنا بنكلم عن نادي الشباب الشباب لحد هذه اللحظة ما عرضش ارقام زي دي خالص ممكن يبقى نص الرقم ده اللي عرضه نادي الشباب للحظة دي بس عرف المفاوض في نادي الزمائك يوصل لرقم ده يبقى برافو وخطوة جديدة 12 مليون دولار ده ده يجيب لك لعب اعجاب فارقة يعني مهمين جدا جدا اكتر من واحد يجيب لك لعب مصرين مهمين جدا انا ده تصوري يعني بس برضو انا رأيي رأيي في هذا الامر لا قيمة له على الاطلاق ادارة نادي الزمالك فالجهاز الفني النادي الزمالك هم اللي هيبقوا عارفين مصلحة الفريق يعني ايه يعني هل لو بيعنا زيزو ب12 مليون دولار ده ممكن في خطة ادارة الزمالك او الجهاز الفني النادي الزمالك ممكن الزمالك يتضرل سروقات كتيرة قدام فيقول لك لأ ال12 مليون دولار ساعتها بيبقى شليهم بقيمة ممكن ادارة نادي الزمالك والجهاز الفني شايفين انه فيه لعبه ممكن يعوضوا زيزو سواء في الخارج فأفراق يعني او هنا فممكن نبيعه ونستفيد بباقي ممكن كل ده اراء على فكرة دايما نبقول كده لمشجعين الكرة عمتا احنا المتابعين من برا بنشوف الموضوع من برا انا مثلا مثلا يعني نادي الزمالك هقول لك ايه لا يا عام ده لو زيزو جيفي 50 مليون دولار اتمنى الزمالك ما يبقى وش ليه انا عايز ستمتع بالعيب انا ماهل انا هاخد حاجة جيبي تمام والزمالك يحل بقى مشاكله بكسطته انا عايز اللعين بتاعيه هنا تمام لكن الادارة والجهاز الفاني هم اللي بيبقوا عارفين بقى حال الفريق وحال النادي والمستقبل بتاعه والخطة اللي قدام فالكلام نحنا كلنا سهل نقوله زي ما احنا عايزين هم بقى اللي عندهم الدراجة الكاملة بكل النقاط فيعني بالتوفيق اليوم في التفكير في هذا الملف تحديدا يعني